هذه الصور لجانب من المعارك بين الجيش الحر وتنظيم الدولة في مدينة جرابلوس شمالي حلب ضمن عملية أطلق عليها درع الفرات واستهدفت تحرير المدينة من سيطرة التنظيم هنا مقاتلو الجيش الحر يعلنون انتصارهم من قلب المدينة الاشتباكات لم تدم لأكثر من عدة ساعات بدأت بتغطية جوية من سلاح الطيران التركي وحقق فيها الجيش الحر انتصارا حاسما وسريعا حيث انهارت تحصنات التنظيم وأجبر على الفرار من المدينة ومحيطها وجهة مقاتلي التنظيم بحسب ما نقل الناشطون كانت مدينة الباب الخاضعة لسيطرته وعبرت فلوله باتجاه الغرب إلى قرية الغندورة الطريق الوحيد المفتوح أمامهم المعركة كانت قد بدأت بتمهيد من المقاتلات التركية مدعومة بطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حيث تمت مهاجمة أهداف لتنظيم الدولة قرب جرابلوس منذ ساعات الفجر الأولى انطلاقا من قاعدة أنجرليك التركية كما استهدفت المدفعية التركية مواقع التنظيم تمهيدا للتقدم البري من الجيش الحر الذي تمكن من السيطرة على قرية الحجلية التي تبعد كيلو مترين اثنين عن مدينة جرابلوس ثم سيطر الجيش الحر على عدة تلال حتى وصل إلى داخل المدينة وقام بقطع طرق إمداد التنظيم المعركة كما وصفت كانت محكمة ومدروسة فيما تستمر عمليات التطهير من أجل تأمين المدينة بشكل كامل ومن المرجح أن تشهد الأيام القادمة عمليات تطهير للمناطق الحدودية مع تركيا من التنظيمات التي تعتبرها أنقرى معادية لها وتهدد أمنها القومي وهو ما أشار له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله أن صبر تركيا نفذة تجاه التنظيمات الإرهابية على حدودها كما أكد أردوغان أنه لانية لتركيا بالبقاء داخل الأراضي السورية لمعركة تحرير جرابلوس دلالات عادلة في الملف السوري لعل أبرزها وفق ما يرى محللون أنها أثبتت للقاص والداني أن الجيش الحر والثوار عموما يمكن الاعتماد عليهم في تحرير المناطق من سيطرة التنظيم لا كما يروج المشككون كما ضحضت نتائج المعركة السريعة ما تروجه الوحدات الكردية من جهة والنظام من جهة أخرى بأنهما الأقدر على محاربة التنظيم وبالتالي قد تزيل هذه المعركة مخاوف الغرب والولايات المتحدة خاصة من مسألة الدعم الموجه للثوار وهو ما قد يفضي إلى مزيد من الزخم والثقة بالمعارضة السياسية في مسار المباحثات المعلقة